من ناحية تانية عبرت الدكتورة مايا مورسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ حزنها لموت الطالبة نيرا أشرف متسائلة بأي ذنب قتلت دعية الله أن يتغمدها برحمته ده جاي بينما تقدم المجلس القومي للمرأة ضد الدكتور مبروك عطية بعد تصريحاته حول مقتل الطالبة نيرا أشرف واستنكر المجلس تلك التصريحات وصفا ما قيل بتحقير للمرأة وتحريض على العنف والقتل ضدها